يا سارة يا سارة يا ربي يا سارة كمان مش موجودة في القوضة وكمان ما بهدال القوضة بتاعتها قالها ايها بقى في انت الوقت انا دورت عليها كتر قوي مش معقول يعني اختفت ايه نعم يا ماما يا سلام يا عين انت كنت قاعدة جواه الخيمة وانا فضلت ادور عليك ده انا تقريبا لفيت البيت كله ولا او ما طلحش كده وبس ده انت جايبة كمان بيتزا وقاعدة بتاكل الوحدك ايه اصف يا ماما بجد كانت جواه برد وقلت ادخل جواه الخيمة احلى واكل بقى برحتي قاعدة مرتاح بطل ما تساعديني وسايبة شغل البيت كده يعني انت قاعدة مرتاحة كده وسايبة القوضة بتاعتك مش مترتبة حاضري ماما هرتبها بجد على فكرة ماما شغل البيت سهل مش محتاج وقت كتير فعادي يعني اعمل في اي وقت ثواني قلت شغل البيت سهل خلاص هعمل معك تحدي ببقى انك بتقول ان شغل البيت سهل تحدي ايه ماما في الجاوة البرد ده التحدي هيكون تبادل الأدوار التحدي هيكون لنا هعمل الحاجات اللي انت بتحميلها في اليوم وانت هتعمل الحاجات اللي انا بعملها في اليوم هنشوف بقى في الآخر هتقولي بقى ده شغل البيت سهل ولا صعب يعني مثلا تخسلي الموعين تنظفي وتطبخي يعني كل حاجة لنا بعملها وانا بقى هكون مكانك اتفقنا؟ يا ربي شكلي وردت نفسي اللي خلانا هقول ان شغل البيت سهل شكلك رجعت في كلامك صح؟ لا 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 اه اتفقنا خلاص هعمل التحدي خلاص يلا بدعم دلوقتي سيبيه اللي بقى الخيمة بتاعتي كان اللي هعود جوا طب سواني بس ما اكل البيزة الاول اه يا جماعة شكل وردت نفسي ما توقعتش مو ما تعمل معايا كده اخبطت وقلت شغل البيت صعب ساكيد انا ادها النهاردة عادي عادي كويس ان القوضة دي اصلا مترتبة اما اشوف القوضة بتاعتي يلا هوي انا سايب القوضة بتاعتي جدا ليه ايه دي يا سارة لازم ارتبها اما احط الهدوم دي انا اللي خلانا ارمي الهدوم دي كده على الارض كانت ماما بتعملها لي اما ارتب الكتب دي برضو فوق الرف احط الزرعة دي هنا اما اجرب الاسكيت بورد اللي ما بيلعبه ده ما بقى اني بقى ما وريش حاجة والمفروض اني صارة تعمل شغل البيت اما اجرب كده اه يا ربي انا خلانا اجرب اه شكل انا ماليش في الالعاب بتاعتهم دي خلانا قعدة مرتاحة وخلاص واقعت نفس على الفاضي خلاص رتيبت القضة بتاعتي في حاجات كتير المفروض اعملها النهار ده اللي هو المفروض اكنس لان ما برضو بتكنس الشقة والمفروض كمان أطبخ الغدى اكل القضة بتاعتي والسمك وفي حاجات كتير اعملها ويمفروض اخسر الموعين خلانا ابدأ الاول بتنظيف البيت يعني عايز اكنس وكده جبت المأش اخيرا ماكنس بقى السجادة دي ايه دي صار احنا لسا في بداية التحدي اللي مش لازم أخسر التحدي ده ما هو كنس بقى السجادة دي خلاص قربت أخلص من أول مهمة تمام آه صحيح المفروضة كنس برضو القضة دي أما أفتح المكنس الكهربائية دي برضو الحمام عايز تمسح أما جيب المساحة دي ومسح الميا دي خلاص خلصت من المهمة التانية أصلا الحمام كان مترتب يعني مش محتاج ترتيب كتير يا ترى بقى صارب كان بتعمل إفلي يوم بتاعها كان بتجيب سناكات وتشابس وكمان بتوعب تلعب ألعب فخلاص هجيبي التليفون علشان أطلب أطلب بقى شوية سناكات كده أو أطلب إيه أما نشوف خليني أقعد هنا وأطلب السناكات اللي أنا عايزاها شكل النهاردة بقى الطفلة اجيبي العصير ده أما استنى بقى ما يوصل محتاجة غير هدومي لأن اللبس ده مش مرح خلاص وأنا بننظف اضطر بقى ألبس من هدوم ماما خلاص هلبس لبس من هدوم ماما ماما بردو المفروض تلبس لبس من هدومي أوكي مش وحش بردو جبت عصير يا ماما من غيري؟ أيوة طبعا إحنا لسه أصلا ما خلصناش التحدي بس عشان التحدي يكون مكتمل لازم يا ماما تلبس لبس على الأقل يكون شابه اللبس اللي أنا بلبسه شايف ماما لبس أصلا اللبس بتاعك شكله جده مضحك عليك عارف يا ماما الشكله مضحك خلاص اتفقنا بس هو لازم يعني ألبس لبس شابه اللي أنت بتلبسيه؟ أيوة ماما مش ده تحدي تبادل أدوار يعني أنا المفروض أكون مكانك وانت يا ماما تكوني مكاني طيب يا ربنا يصدر أما شوف ألبس إيه أصلا ألبسي يا ماما اللبس اللي أنا كنت لبساه لأ طبعا يا صار أنت بتهزري ماما أنت كده بتنسحبي من التحدي؟ لا لأ طبعا ما نسحبتش من التحدي خلاص هتطر ألبس مش معقول ألبس اللبس بتاعك ده أنا مش هلبس عليه للشرط القصير ده خلاص ماشي آه تمام شكري جده مضحك قوي يا ماما خلاص أنا مكملة التحدي يهو خليني أخد العصير بتاعه واشربه يا طرى بقى صار بتعمل إيه في يومها؟ أبتعد هنا وبتلعب على الكمبيوتر فخلاص أنا هقعد بقى هنا وهقعد ألعب بقى بالألعاب بتاعتها يارب بس عارف ألعبها خليني أجرب كي لا مش عايز أخسر بجده طلعت الألعاب حلوى قوي شكري ماما مستمتاع قوي وهي أخد الدور بتاعي وعدم بسطة قوي وهي بتلعب بالألعاب بتاعتي صح المفروض أأكل القطة بتاعتي أول حاجة أخد ده عشان أمليه بالمية كي تمام أما أطلع بقى الأكل علشان أأكلها كي حطه بقى في الطبق هنا ويبقى تأكل برحضة المفروض أطلب أكل علشان أطبخه خلاص هطلب النهاردة فراخ خلاص الفراخ وصلت كده بسرعة ها المفروض بقى أطلعها وحطها بقى في الفرن خليني أحط ده بس الأول شوية التوابل تمام ويطرى بقى ماما بتحط عليها زيت ولا لأ أظن أه بتحط عليها زيت صح؟ ماشي خليني نحط الزيت ده مش عارفة بس أظن أه المفروض نحط زيت والمفروض أحط ملح وفلفل أنا خطيته ولا أحطت شيء حطه وخلاص ملح وده الفلفل شكل بقيت بعرف أطبخه خلوط بقى دلوقات أعمل الرز أطلع بقى الحلة ويه الرز موجود هنا هو ده خليني أرتاح بس شوية عشر دقايق واسح تاني آه يا خبر اتأخرت ولا لأ شكل الأكل اتحرق أما راح أبص علي بشرعة آه كويس نعم اتحرقت شي بس جدا خلاص دلوقات بقى هنا دي ماما عشان تيجي تاكل حط لها بقى الشوكة والمعلقة هي هي دي المعلقة يلا ماما خلاص جهزت الغدا سبيني صري دلوقتي عشان بلعب بجت أنا حسيت بقيت أمه خلاص آه 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 ماشي ماشي خلاص جايها وعد غدا هو أنت قصم بتحرفة طبخي آه هتشوفي أكيد الأكل هيعجبك أما نشوف يرب يطلع كويس بسم الله ماتوقعت الشي طلع كده أما دقبها الفراخ هتطلع حلوة ولا لأ ايه ده ما طلعتش حلوة خالص انت حرقها ولا ايه اعمل ايه جده هي اللي اتحرقت وهي لما اتحرقت انت كنت فين يعني ها شكلك استسلمت للتحدي عرفت بقى ان شغل البيت صعب ها استسلمت ولا لأ لا ما استسلمتش لسه خليني اعمل شوية حاجات تانية ماشي اعملي من اللي قالك اصلا ان انت خلصت شغل البيت لسه ما اكلتش السمك وكمان ما سقتيش الزرع وكمان لسه عايزة تغسل الموعين وفي حاجات كتيرة وفي حاجات كتيرة لسه هتعمليها طيب اما اكل السمك خلاص كده محتاج انتضاف الصالة خلاص ما احتش قادر اكمل خلينا لعب اللعبة دي فعلا حسيت ان شغل البيت بقى متعب اظن كده خلصت الصالة اظن كده خلصت الصالة نقص ايه ترا يا طرق اعمل ايه بقى دلوقتي يا دا يوم هم بجد بيبقى فاضي وما بيعملوش اي حاجة غير اللعب خليني قاعد كده في الحديقة شوية وشوف صارة بتعمل ايه ماشي خليني قاعد في المرجاحة يا كل دا ماما بتعملو لوحدها دا انا يوم ومش قادرة يلا خلاص هانت اهو خلص التحدي اوه لازم اسق الزرعة دا برضو اظن كده خلص خلصت شغل البيت صح؟ اه لا اه لسه غزي المواعين لما قال خلصت هلاقي حاجة لسه بجد انا كده صدقت ان شغل البيت مرهق خلاص بقى ما انتش قادر بجد هطلع بقى شوف ماما بتعمل ايه ماما يا ترى ماما راحت فين؟ اكيد في القضة بتاعتي الشكل يا ماما التحدي دا عاجبت جدا طبعا عاجبني لانك اكيدك تنعت ان شغل البيت صعب صح؟ اه فعلا يا ماما عدتش قادرة ما توقعتش يطلع كده انا خليني طفلة زي ما انا وعودة لعب بالالعب بتاعتي ها ما تقلقاش احنا اصلا كده كده خلصنا التحدي ها بجد كويس بس بجد كان تجرب حلو بالنسبالي لان حسيت بقى ايه من طفولة بتاعتي ها ها وبس كده وصلنا نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكو والتحدي يكون عجبكو ولو انتو بقى عايزين تحديات تانية اكتبو لنا بقى تحت في التعليقات وكمان وصلوا الفيديو دا الاكبر عدد من لايكات واهم حاجة بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي اشعار وبس كده نشوفكم في الفيديو الجاي سلام خلص بقى ايه مامر عايزة لبس اللبس بتاعي انا بستحميل اللبس اللي انا لبسها دا من ساعتها طيب ترجمة نانسي قنقر